السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن فوائد وثمرات ذكر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بذكر الله كثيرا فقال سبق المفردون سبق المفردون قالوا يا رسول الله ما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وعن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فهذه الاحاديث تجعل المؤمن يشتهد في العمل الصالح الذي شعره ربه وانه يكتر من ذكر الله يكون لسانه دوما رطبا بذكر الله حتى يكتب من الذاكرين فما هي الفوائد التي يجنيها الذاكر والتمرات التي ينالغ بركة ذكره هي كثيرة لا تعد ولا تحصى منها ان الذكر يورط ذكر الله عز وجل في السماء لقوله سبحانه فاذكروني اذكركم ولو لم يكن في الذكر الا هذه وحدها لكثى بها فضلا وشرفا وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه ان الذكر يجب الصلاة صلاة الله عز وجل وملائكته على الذكر فمن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد افلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه مكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما ومن فوائد الذكر حضور الملائكة مجالس الذكر فربنا عز وجل خلق ملائكة وظيفتهم انهم يحرصون على مجالسة الذكرين ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قاعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجلحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو اعلم بهم من اين جئتم يقولون جئنا من عندي عباد لك في الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك فقال جل جلله وماذا يسألوني قالوا يسألونك يا رب جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا سيكون لك اكتر ذكرى وانهم يستجيرونك فقال مما يستجيرونني قالوا من دارك يا رب فيقول الله تعالى وهل رأوا داري فقالوا لا فيقولوا كيف ولو رأوا داري قالوا يكونون لك اكتر خشية واستجارة ثم يقولون يا ربنا وهؤلاء يستغفرونك فيقول قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوا واجرتهم مما استجاروا قالوا يا رب فيهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معهم فقال رب العزة وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا من بركتهم على نفسهم وعلى جليسهم فلهم نصيم من قوله وجعلني مباركا اينما كنت وجعلني مباركا اينما كنت هكذا المؤمن مباركا اينما حل وارتحل هذا الذكر ايوا احباب الكرام من واضب عليه فانه يزيل الوحش بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فان الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول الا بذكر الله وهذا الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على صراط مستقيم فربنا يقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالاول هو المؤمن استنار بالايمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره والاخر هو الغافل عن ذكر الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته والشان كل الشان والفلح كل الفلح في النور والشقاء كل الشقاء في فواته هذا الذكر أيها الأحباب الكرام هو غراس الجنة فأهل الجنة يغرسون بالذكر قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده من قالها غرست له دخلة في الجنة من قال سبحان الله وبحمده غرست له جنة او دخلة في الجنة ثم ان العطاء والفضل الذي رتبه ربنا على الذكر لم يرتبه على غيره من الاعمال ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم المئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم هداك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم المئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن فوائد الدكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئذ أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إن الدكر أيها الأحباب الكرام ينجي من عذاب الخبر كما قال معاد رضي الله عنه ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله تعالى أيضا أيها الأحباب الكرام من ثمرات هذا الدكر أنه سممه تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالداكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده من ثوائد هذا الدكر أنه يحط الخطايا ويدهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يدهبن السيئات كذلك من فوائده وثمراته أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء ترمعناه أن العبد المطيع الداكرا لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف والغافل المعرض عن ذكر الله تعالى إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر وحديث من عباس كان يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أيها الأحباب الكرام إن الدكرى هو من أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركة الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حميمتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم هذا الدكر أيها الأحباب الكرام يرضي الرحمن عز وجل ويطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ثم إن هذا الدكر عصمة من الشيطان في من يشكو من مسي الشيطان ومن وسوسة إبليس فإن ذكر الله تعالى من تل القرآن الكريم وذكر كلام رب العالمين فإنه يحميه من الوسوسة ويشعر بمعية الله تعالى قال ربنا تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسرون وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الكثير من الأدعية التي جاءت في القرآن منها قوله تعالى وقل رب أعود بك من غمزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون أو نقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم فهذه مواضع كثيرة في سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة الفصلة يرشد فيها المولى عز وجل إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف وبالتيه أحسن فإن هذا يصلحه ويكفيه عما هو فيه من التمرد بإذن الله تعالى حتى يصبح كأنه ولي حميم وقد أرشد المولى تبارك وتعالى إلى الاستعادة به من العدو الأصيل وهو الشيطان الرجيم لأن الشيطان لكم عدو فاتخده عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذكر أيها الأحباب الكرام له تمارات وفوائد كثيرة إنه يجنب للقلب الفرح والسرور والبسطة والحمور ويزين الهم والغم عن القلب الذكر أيها الأحباب الكرام من ثماراته أنه يجنب الرزق ويكسد ذاكر المخابة ويزقها الحلاوة والمغضاء أن الذكر يورط المحبة التي يروح الإسلام فمن أراد أن ينل المحبة فلينهج بذكر الله أنه يورط مراقمة الله تعالى حتى يدخله الله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه وأنه يورط الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل فمتى أكثر العبد المؤمن الرجوع إليه بذكره أورته ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاده وقبلة قلبه أن من فوائد الذكر هو سبب اشتغال اللسان عن الغيمة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم فإذا لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها ولا سبيل إلى السلام منها البت إلا بذكر الله أيضا ذكر الله يعلم العبد المؤمن ويؤمنه من الحصر يوم القيامة فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه يوم القيامة حسرة وندامة أما من دوم ذكر الرب تبارك وتعالى فهذا يجب له الأمان من نسيانه الذي هو سمب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يجب نسيان نفسه ومصالحها لهذا قال ربنا سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها أن الدكر أيها الأحباب الكرام يجبع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرم البعيد ويبعد القريب وإذا في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى رجل قال للإمام الحسن المصري يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي فقال أدبه بذكر الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة